هل يمكنكم أن تتصوروا شعور الألم الذي يتسلل ببطء داخل أعصابكم يمتد بلا هوادة ويتجاوز حدود الجحيم نفسه هل تتساءلون عما إذا كان هناك شيء أكثر فزعا من الألم الشديد الذي يفجر أعصابكم تخيلوا للحظة أن الأعصاب الخاصة بكم هي خيوط تربط أجزاء جسمكم ولكن هذه الخيوط قابلة للقطع مثل خيوط حياكة ملونة ماذا لو قطعت إحدى تلك الخيوط الثمينة هل تتصور أن ألمها سيصبح لا يحتمل والآن لنرتبك أكثر هل تعلمون أن تلف الأعصاب ليس مجرد مسألة ألم شديد بل إنه يعني أيضا تأثيرا كبيرا على الأعضاء الأخرى في جسمكم مثل المفاصل التي تسمح لكم بالحركة السلسة والعظام القوية التي تحملكم بثقة والعضلات التي تقوي حركتكم إذن هل تتساءلون الآن عن أهمية العناية بالأعصاب هل أنتم مستعدون لاستكشاف سبول الحفاظ على تلك الخيوط الرقيقة والقوية في الوقت نفسه إنها رحلة ستكشف لكم حقائق مخيفة وتلهمكم للعناية الشاملة بأعصابكم لأنها تمثل أساس صحتكم وسعادتكم البدنية والعقلية فلنخوض هذه الرحلة المثيرة عبر هذا الفيديو عبر معرفة وأكثر ولنتعرف على سبول الحماية والعناية بالأعصاب لنتجنب تلك اللحظات المرعبة ونحافظ على صحتنا وسعادتنا فالصحة هي كنز الحياة والأعصاب هي الجسر الذي يربط بين الجسد والعقل فلنهتم بصحتنا بجدية واهتمام لنعيش حياة جميلة ومثمرة عندما تكون أعصابنا بخير تتفتح أبواب السعادة والرضا في قلوبنا فلنحافظ على صحتها بالابتعاد عن التوتر والقلق وبالممارسة النشطة والتغذية السليمة عندما تكون أعصابنا بخير تتفتح أبواب السعادة والرضا في قلوبنا فلنحافظ على صحتها ولنعتبر الاهتمام بالصحة والأعصاب ومشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية هدية نقدمها لأنفسنا ولأحبائنا فالعيش بطريقة جميلة يتطلب جسدا قويا وعقلا صافي الحياة الجميلة ليست مجرد هدف بل هي رحلة يمكننا أن نستمتع بها بالصحة والنشاط فلنحقق التوازن الصحيح بين العقل والجسد لنعيشها بأقصى متعتها فيتامين بي 12 هو بطل صحة الأعصاب يلعب هذا الفيتامين دورا حاسما في دعم صحة الجهاز العصبي وعندما تعرف ما الذي يفعله في جسمك في الدقائق التالية لن تتجرأ على إهماله أولا يساهم هذا الفيتامين في تكوين وصيانة طبقة تسمى طبقة المايلين التي تغطي الألياف العصبية وهذا يعزز نقل الإشارات العصبية بشكل فعال ويساعد على دعم وظيفة الأعصاب بصورة صحية يعتبر فيتامين بي 12 جزءا أساسيا لإنتاج الدماغ للحمض النووي الذي يسمى RNA وهو يلعب دورا هاما في دعم الوظائف الذهنية مثل التركيز والذاكرة يشارك في إنتاج الأحماض النووية الأمينية التي تعزز تكوين البروتينات في الجسم وهذا يؤثر على عملية تجديد وترميم الأنسجة والأعضاء بما في ذلك الأعصاب الآن إليك هذه النصائح للحصول على فيتامين بي 12 وأسرار لم يتحدث بها أحد يمكنكم الحصول على فيتامين بي 12 من خلال تناول اللحوم الحمراء وينصح بتناول اللحوم الحمراء على الأقل مرة واحدة في الأسبوع ضمن النظام الغذائي ويفضل تناول لحوم الخراف المتغذية على الأعشاب أي اللحوم العضوية إلى جانب طهيها بوعي بعيدا عن طرق الطهي التي تدمر هذه الفوائد الأسماك مصدر جيد من مصادر فيتامين بي 12 وننصحك بتضمين وجبة سمك واحدة خلال الأسبوع طبق الكبدة يعتبر الطبق رقم واحد الذي يعزز مستويات فيتامين دال في جسم الإنسان ويفضل أن يتم طهي هذا الطبق بوعي وتعزيز قيمته التغذوية ببعض الإضافات الرائعة مثل الكركم وملح الهملايا وأوراق الغار وحب الهان وأي إضافات صحية من هذه التوابل العشبية احرص على تناول منتجات الألبان والبيض الحليب والأجبان والبيض هي مصادر أخرى لفيتامين بي 12 الأطعم المدعمة بفيتامين بي 12 يمكن العثور على بعض المنتجات المدعمة بفيتامين بي 12 في الأسواق مثل حبوب الإفطار والأطعم النباتية البديلة للحوم والألبان بالنسبة للمكملات الغذائية إذا كنتم تعانون من نقص في فيتامين بي 12 أو تعيشون في ظروف قد تؤثر على امتصاصه في الجسم يمكن استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان تناول المكملات الغذائية ضروريا تكمن أهمية استشارة الطبيب في التأكد من الجرع المناسبة وضمان سلامة استخدام المكملات الغذائية لصحة الأعصاب والجسم بشكل عام بالإضافة إلى فيتامين بي 12 هناك نصائح عملية تساهم في تقوية الأعصاب طبيعيا ودعم صحتها التغذية الصحية هي مبدأ أساسي من مبادئ التشافي بوعي فالصحة كل لا يتجزأ اهتموا بتناول نظام غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن الأخرى التي تدعم صحة الأعصاب تناولوا الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعم الغنية بأحماض أوميغا ثري مثل السمك والمكسرات وزيت الزيتون ممارسة النشاط البدني قوموا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام حيث إنها تساهم في تحسين التدفق الدموي وتقوية الأعصاب التقليل من التوتر والضغوط النفسية حاولوا التعامل بفعالية مع التوتر والضغوط اليومية بواسطة التمارين الاسترخاء والتأمل والنشاطات الهادئة التي تساعد على تهدئة العقل والجسم الحصول على قسط كاف من النوم يلعب النوم الكاف دورا هاما في تجديد الجسم والأعصاب لذا حاولوا الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم في كل ليلة تجنب التعرض للسموم والمواد الضارة قوموا بتجنب المأكلات الجاهزة والمعلبات التي تحتوي على كثير من الأصباغ الكيميائية والمواد الحافظة وابتعدوا عن التدخين وكل المواد الضارة التي يمكن أن تضرب الأعصاب والجسم بشكل عام ممارسة التحديات العقلية حافظوا على العقل نشطا من خلال حل الألغاز والتحديات العقلية وممارسات الأنشطة التي تحفز التفكير وتعزز التحصيل العقلي وسنترك لكم في نهاية هذا الفيديو تحديا لحله الاستمتاع بوقتكم حاولوا الاستمتاع بالأنشطة والهوايات التي تضيف لمسات من المتعة والسعادة إلى حياتكم فالسعادة تعزز التوازن العام وتساهم في تقوية الأعصاب بالالتزام بتلك النصائح ستكونون على الطريق الصحيح لتقوية أعصابكم ودعم صحتكم بشكل طبيعي لا تنسوا أن استشارة الطبيب قد تكون مهمة خاصة إذا كانت لديكم أي مشاكل صحية معينة أو حاجة لتوجيهات ذات صلة بصحة الأعصاب كيف يمكننا درء غائلة الأمراض قبل وقوعها؟ أم كيف يمكننا التخلص من براثن الأمراض بعد التردي في جحيمها؟ إذا نحن لم نتبع القواعد الصحيحة السديدة وإذا نحن لم نطبق النظم الغذائية الرشيدة لهذا نحن بينكم نحن معرفة وأكثر درهم وقايا خير من قنطار علاج تلك هي الحكمة القديمة وتلك هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن يضلع الطب بأعبائها تجنباً لانحطاق قوى الجسم والنهيارها وتفادياً لتعرض الجسم لشتى أنواع العلل والأمراض فالوقاية إذن يجب أن تكون أساس الطب ونقطة ارتكازه نحن معرفة وأكثر